أول شي قبل ما نبدأ بيتها إلاية السمك خلينا نعمل السلسة اللي هنحضرها اللي هي سلسة البصل مع الفلفل الحار اللي بنقدر نعملها بطريقة تكون تنحط مع بعض أول شي خليني أفتح العلبة حنرجع نحط نحن كمية من زيت الزيتون مع الزبدة لحتى نقلي البصل مع الحر وبعدين منضيف عليها جزء من البهارات إذن زيت زيت زيتون معلقة الزبدة بعدين هحط جزء من البصل المفروم أنا هلأ عم بعمل شي مثل الكشنة يعني مثل خلطة بتكون فيها طعم البهارات وفيها كمان الفلفل الحار وبطاعة كتير مكهة طيبة بنقدر نحطها ونزين فيها الطبق في شغلة عن هذا الوصفة أو وصفة المطبق إنه في ناس بتزيد عليه كمان لهي الكشنة نفسها أو تتبيلة البصل بتزيد عليها حمص بسلوق خلينا نقول إنه الحمص اختياري فينا نضيفه أو فينا نستغني عنه فأول ما ببلش يتقلل بصل حضيف المكونات الثانية اللي هي الحر في عنا هون الفلفل الأحمر الحر ومنضيف شوي من الفلفل الأخضر الحر فكمان بتكون هاي اختيارية إذا نحنا حابين نزيد عليها حر سفايسي ولا بدون وبضيف شوي من التوم يعني معلقة صغيرة ححط عليها شوية ملح بعدين حضيف عليها شوي من الزبيب هاي الكمية يعني حتى تتقلق كلها مع بعضها بعدين حنضيف على هاي الخلطة جزء من البهارات اللي خلطناهم اللي استعملناهم لتتبيلة السمك بلشت هيك ريحة الحر الموجودة مع البصل مع الزبيب والتتبيلة كلها تتسبك مع بعضها هاي طبعا بتاخد هيك حوالي 10 دقايق على النار هضيف عليها من البهارات الخلطة اللي موجودة عنا اللي إلنا متل ما اتفقنا هاي الخلطة نفسها هنستعمل منها التلت للسمك التلت للتتبيلة هاي اللي عم نعمله والتلت كمان من البهارات لخلطة تسئل رز فحضيف تقريبا هيك معلقتين وهلأ بتركن لحتى يتهدوا مع بعض صارت عندي هون البصل مع الحر مع الزبيب مع الطعمات هاي كلها الطيبة ومع البهارات هيك أخذنا النكهة مركزة هتضل هاي الوصفة على نار هادية لحتى هيك تتسبك على مهلة وتاخد كل الطعمات من البصل من مية البصل الموجودة